أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 156 حالة لعمالة وافدة كما سجلت 54 حالة تعافي ليصل الإجمالي المتعافين إلى 645 وعن تطورات الفيروس في باقي دول الخليج أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 4522 حالة بعد تسجيل 398 إصابة جديدة في الكويت سجلت وزارة الصحة 55 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة وبلغ إجمالي حالة التعافي 176 حالة بعد تعافي 26 حالة جديدة في قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 3428 حالة كما أعلنت وزارة الصحة القطرية عن شفاء 39 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 373 حالة وفي سلطنة عمان سجلت وزارة الصحة 86 حالة إصابة جديدة فيما تماثلت 6 حالات جديدة للشفاء ليصبح عدد حالات التي تماثلت للشفاء 130 حالة ترجمة نانسي قنقر